كيف تتزوج بدينار هذا مو عنوان موضوعنا هذا عنوان فيديو عمل ضجة وصار عليه هجوم كبير تدري انك بروسيا تقدر تتزوج بدينار فقط؟ الزواج شي جميل فلا تكثرون على الشواب وكثرة المصاريف رسوم الدولة دينار يطلبون منك بوكيه ورد وغالبا ما يطلبون مهر ومع اول طفل يعطونك تقريبا 11000 دولار وكل طفل الزيادة تيبة يتفعولك علي اكثر واذا كان عندك ثلاث عيال واكثر واذا اشياء تصير لك بلاش من ضمنها الكهرباء والضرائب الفيديو هذا كان نشره على انستجرام في بوست مشترك صانع محتوى كويتي وهو الدكتور محمود الكندري والمصور وصانع المحتوى او عفوان محمد الكندري والمصور وصانع المحتوى يوسف الصديقي وصوروا في زيارة لهم لروسيا وكان عنوان البوست ان الزواج في روسيا غير مكلف تماما والحكومة بتدعم الزواج والاسرة وزيادة النسل ويبدو انهم على طول شافوا الضجة اللي عملها المقطع فزادوا على الكابشن توضيح ان المقطع من باب اخذ المعلومة والضحك وقالوا انه في كثير من الدراما تحت الفيديو قصدهم يبدو على التعليقات اللي جاتهم على الفيديو وحقيقة الناس معها حق فكثير من اللي شافوا الفيديو سواء من الكويتيين او الخليجيين انتقدوهم وانتقدوا محتوى الفيديو وفكرته وشافوا ان الموضوع علان زواج رخيص وانه بيعامل الزواج والمرأة وكأنهم صفقة او سلعة لها سعر فيديو الزواج بالدينار خلى الناس تتذكر مقابلة للدكتور محمد الكندري من شهرين بس وشافوا في مفارقة وتناقض بين كلامه من شهرين والان لو يراعي يسهل الله خيرين لو تراعي خير وبركة انت الحين في وضع كارثي لو قدرت تراعي وما تصور انا واحد من الناس مقاعد اصور اكل مقاعد اصور اكل مقادر تصدق ايدي مقادر اصور اكل يعني والله كلما ييت اصور اكل اذكر هناك اش قاعد يأكلون اتعب نفسيا شلون اصور اكل صعبة ثقيلة علي كذا مطعم ترم كلميني على الاعلانات قلت لهم الله يخليكم وصبروا على الاقل بس لان نتأكد ان الناس هناك قادرة تاكل قبل ما انا اي المطعم عندك وسويلك تغطيه ولا اصور لك كثر ما تراعي خير وبركة بس اذا ما راعي الامر لك ما راح اطقك انا وما قلوم الناس على سخطها حلو ما قلوم الناس يعني احنا بالنهاية نفوس احنا بشر انا اليوم لما امسك التليفون وارفع صبعي وكون اصلا متأثر واللي ميت واللي مقصوف والبيت مهدوم فلان يبشي بعدين هوب انت قاعد تضحك مسافر ومصور سياحة بديرة صعبة صح؟ وصار تصفع لهم انا اطور على الستوري يطع لك هل المشهد هذا الستوري يمكنه الابت اثقل صاير الابت صاير وايد ثقيل لان الابت انت قاعد تمشي كذي ستوري لأ انا رايح بشوف انت ش عندك اما البوست انا قاعد اشوف الكل فالدنيا كلها حروب ومآسي وقتل وقصف بعدين انت سياحة راح اتألم بكلمك يمكن انصيحك لو امون عليك بسبك لا ما راح اغلط عليك ما راح اسبك كيفك يعني معنا من الكويت المحامية سعاد الشمالي اهلا فيك معانا استاذ سعاد اول شي ايش رأيك في فيديو الزواج بدينار مساء الخير كل عام انت بخير استاذة سارة انت بصحة وسلامة بالنسبة للفيديو اللي انتشر الله يسلمك وبالنسبة للفيديو اللي انتشر هذا اعتبر عمل ما لا قيمة بالنسبة لأي انسان يحترم نفسه ويحترم الاسرة الكويتية والاسرة الكويتية اللي بتكونة من امرأة او رجل بغض النظر عن جنسيتهم او لأي فئة ينتمون بس احب ان بالنسبة للشاب الكويتي اذا رغب ان يقدم على الزواج عندنا الحكومة تساعده بالمهار تعطيه المهار بالكامل وتساعده في النفقة الزوجية وتساعده في نفقة الابناء كل طفل عليه نفقة وتساعده في سكن يتوفر لهم السكن اجرة مسكن لغاية ما يطلع لهم سكن الحكومة فنلاحظ ان المواطن الكويتي اذا بيدفع على حسب كلام الشابين اللي ظهروا بالفيديو ان يدفعون دينار للزواج من الروسية الشاب الكويتي ما يدفع ولا دينار للمرأة الكويتية في حالة رغبتها بالزواج منها لان الدولة تتكفل بزواجها وسكنها ونفقات أسرتها ايه بس انا استاذ سعاد صراحة من وإلى انا عندي مشكلة اصلا في فكرة تسليع المرأة وتسعير المرأة يعني لما انا اقول دينار هنا مدري ايش هنا يعني ليش في مقابل ليش حطين ثمن سوق نحن جلسين شوفي هو هو مش سوق هذا المهر قرى الاسلام للمرأة هذا حق من فقوق المرأة يعني ليس تفضلا هو ليس تفضلا من احنا ما نتكلم عن المهر هم يقصدون المهر على فكرة استاذة سارة ايه بس نحن ما نتكلم عن فكرة المهر هم يقصدون المهر بس انا لما اجي على ذلك انه كأنه هذه البنت او مثلا البنت الخليجية مثلا مهرها كذا وهذه مهرها كذا يعني كأنه هو بيروج لبضاعة يعني شاب بيقول للناس مثلا البضاعة الروسية ارخص مثلا وهو شيء معيب حتى في حق المرأة الروسية اصلا والله صدقيني صدقيني استاذة سارة هم اساءوا للمرأة الروسية اكثر من المرأة الخليجية ايه يعني لما يقيمون المرأة الروسية بدينار صح هذا دليل على انهم اساءوا لها ما مدحوها صح صح وعلى فكرة الزواج بهالطريقة ايه يعني هي الزواج بهالطريقة كأنه اسمحيلي فيها الكلمة استاذة سارة كأنها دعارة محللة دعارة حلال ام زين لان الانسانة اللي تتزوج بقيمة دينار هذا دليل على انه يستخسر فيها هي خسارة بالنسبة له زين انه يدفع فيها دينار ويكتفي باشباع رغباته لانه ما في انسان يريد ان يكون اسره ويتزوج من امرأة صالحة لتربية ابنائه وانها تحمل اسمه ويشتريها مثل ما تفضلت حضرتك بدينار عارفه ومع ذلك انا مصرة اني اقول ان الرجل الكويتي والشاب الكويتي عندما يرقب بالزواج ما يدفع حتى الدينار هذا للمرأة الكويتية بل هو معتمد على الدولة من وإلى حتى بعد ما يجلب حوما عدماي الله يرزقه اطفال لانه استاذ سارة الرسول عليه الصلاة والسلام استاذ سارة الرسول عليه الصلاة والسلام شنو قال قال تنكح المرأة لاربع لمالها وجمالها ونسبها ودينها فاضفر بذات الدين واذا قال تخيروا نطفكم فان العرق دساس انا لما يجيب لي وحدة من روسيا هذه احنا ما ندري طريقة بيئتها ايش كيف تربت ثقافتها ايش شهادتها علمها ايش ممكن تكون احسن مني احسن مني ومن مليون الف وحدة في الدنيا هذه كلها على سلامتهم يمكن هم احسن ناس انا مشكلت اختلف معانا بعاداتنا وتقاليدنا صح عاداتنا وتقاليدنا تختلف معانا بعاداتنا وتقاليدنا فهي الفكرة واحدة عدم التقليل من المرأة على فكرة انا ما بي اتكلم من جانب المرأة بالامان استاذة سارة وايد انت بركز على المرأة متعاطفة جدا مع المرأة جدا انا ممتعاطفة معها اتكلم عن اثرة انا ممتعطفة هنا في اساءة انا اشوف صارت للمرأة وبتبع هذه الاساءة صار انا اتفق معاج لفكرة الزواج بس الخطر الايساءة استاذة سارة الايساءة تجاوزت المرأة الحين الاساءة تجاوزت المرأة الايساءة صارت حق الاسرة كيان اسرة انا لما افكر اني اكون اسرة اقيمها بالدينار ولا بالعشر تالاف ولا بالعشرون الف انا اختار المرأة الذي تناسبني وتناسب أنها يكون ام صالحة لابنائي فهذا للأسف تحريض تحريض على ان هناك العديد من الشباب يتزوجون خارج بدولتهم وخارج بيئتهم وينجبون لنا أطفال يتركونهم في البلد بالخارج ويتركونهم أيتام وأباءهم عايشين ويرجعون لديرتهم لبلدهم آمنين وتاركين الزوجة اللي هناك برة مع أبنائها تعيثوا في الأرض فسادا مهمهم فالموضوع كله مش دينار وعشرين وثلاثين الموضوع كله أشباع رغبات دعارة محللة من الآخر فهذا المفروض الفيديو يحاسبون عليه لأن هذا تخريب لأسس مجتمع مسلم يحافظ على عاداته وتقاليده فهذا اللي ضايقني من الفيديو لأن هناك محامين نعرف كم المأسات أستاذة سارة كم المأسات اللي عيشونها أنا توليت العديد من القضايا لشباب خليجيين منهم كويتيين يتزوجون خارج بلدهم أين كان جنسيتها عربية ولا أجنبية وينجبون منهم أطفال ويتركونهم أطفالهم مو مهتمين نشي يأكلون نشي يشربون مو مهم أيتام وأباءهم أحياء هذا الهدف من الفيديو اللي عملوه ونشروه للأسف يعني الغريب أن الدكتور بيتكلم كان في مقابلة سابقة عن أنه هو مقادر يصور بسبب الأحداث اللي صايرة وأنه يعني صعب عليه أنه يشوف هذا النوع من الأشياء والقصص وما إلى ذلك بس ما كان عنده مشكلة أنه يتكلم عن معلومة الزواج والسياحة بهذا النوع من الحماس يعني هذا التناقضات هذه التناقضات اللي نشوفها في العديد من الشباب هالوقت يفكرون فقط في مصالحهم الشخصية لكن مدى تأثير كلامهم على المجتمع على الأبناء هذا آخر همهم المجتمع قاعد يتحطم بسبب هذه الأفكار البالية الجديدة على مجتمعنا اللي قاعد تسيء وتنتج لنا مخرجات سيئة يا أستاذة سارة يعني إحنا كمحامين في أروقة المحاكم نشاهد العديد من الأسر التي تهدم بسبب ما ينشرونه في هذه الفيديوهات من شباب وشابات فيجب أن ننقذ مجتمعنا من هالأفكار الهدامة أنا أعتبرها أفكار هدامة للأسف يعني لا والكمان اللي منتشر يعني بشكل كبير هي عاد فكرة أنه يلا ننصح بعض نصائح زوجية نصائح أسرية نصائح مالية لين لما حنتنكب من كثرة النصائح اللي جلسين بنسمعها هذه طيب على العموم أنا والله يا أستاذة سارة إحنا آبائنا أمهاتنا عاشوا حياتهم بدون نصائح إحنا إحنا كبرنا وأكوننا أسر ما احتجنا نصائح الإنسان يقدر يثقف نفسه من خلال عاداته وتقاليده ودينه بالأساس حتى يقدر يكون أسره محترمة وجيل محترم يعني يمكن كمان فكرة أنه لازم يكون اللي بياتي النصيحة أو اللي مثلا بنقرأ له أو بنشوفه أو كذا يكون مختص في المجال على الأقل اللي بينصح فيه أو بيقدم فيه طيب على العموم نحن بنشكرك على هذه المداخلة وهذا النقاش كانت معنا من الكويت المحامية سعاد الشمالي شكرا لك